التفتوا إلى هذا النوع من المباحث أعزائي فالنوع من المباحث والمعارف أكو أعزائي هذه المعارف الأئمة سلام الله عليهم هو مهمة هذه المعارف وهي أنهم قالوا هناك مجموعة من الحقائق والمعارف لا يحتملها إلا لا يحتملها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان قال من يحتملها؟ قال نحن التفت جيدة هاي نحو من المعارف هاي بالأمس ما أشرنا إليه هذا القسم اللي راح أجيه نحو من المعارف إلا من؟ إلا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان أكو قسم من المعارف أعزائي واقعا أدعو الله أن يوفقكم لها قال لا يحتملها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان قال يا ابن رسول الله إذا من يحتملها؟ قال من شئنا هاي بعد انت مو ما لتشتغل عشر سنوات وعشرين سنة وثلاثين سنة لابد تيجي من فوق شنو؟ ها تيجي عناية خاصة هس هذه العناية لمن لمن تشمول لمن تعطى ولذا قد تقدمك مئة عام إلى الأمر تشوف آخرين يشتغلون في الحفزات العلمية يشتغلون في كذا ثلاثين سنة أربعين سنة خمسين سنة حضر عنده فلان عشرين عام وحضر عنده فلان ثلاثة وثلاثين عام وحضر عنده فلان اثنعاش عام لو تحسبهن اللي العرضيات لو تحسبهم طوليات يشوف مئتين سنة حاضر شنو؟ ها؟ درج ولكن المحصلة شنو؟ شنو المحصلة؟ كونوا على ثقة محصلة فالتعليقة فالرسالة في اللباس المشكوك فالرسالة في كذا اكوش الاخر؟ وين المشكلة؟ وآخر عمره يصير ستة واربعين عام محمد بقص كل عمره ملان ستة واربعين عام هذه اثنة امامك ان لربكم نفحات الا فتعرضوا له جيد انت تتصور بان التعرض ما لها يعني تعبدوا وتمشي وتاكلوا وتشربوا وتسوي قعدات مثل عوام الناس وتتعرض لها محال محال نعم يتسامح في حق هاي المجالس العامة وعموم الناس كثير من المسامحات على قدر ما اعطاهم من العقول ان الله يحاسب الناس يوم القيامة على ماذا على قدر ما اعطاهم من العقول يداق معهم على درجة عقولهم ولذا يغفر للجاهل سبعون ذنب وماذا ولا يغفر للعالم ذنب واحد اذا اعزائي